ده برضو هنا احنا بنشوف كده خريطة مصر ولكن خريطة مصر بالخدمات فخرينا نتكلم من الاول دراسة الخطة الاستثمارية عدد المستشفيات والتكلفة يعني لو بصنا كمان على السلايد اللي بعدها هتبقون اكتر تفصيلا لان فيها جزء مهم اوي زي ما حرش شايفها احنا من النهاردة مخططين لغاية 20-30 احنا هنوصل لفين كل سنة مفروض نترحب مشروعات عاملة ازاي لو جبنا بس السلايد اللي بعدها بعد الزي حراك هتلاقي كل سنة مطلوب مننا نعمل ايه لو قلنا النهاردة من النهاردة لغاية المستقبلي انا محتاج اشتغل في 100 مشروعات زي حراك دي خطة من النهاردة لغاية 20-30 اللي هي خطة مصر 20-30 ابو الضبط 6 سنوات القادمة احنا محتاجين نخلص المشروعات اللي معنا ايه وكمان نترح مشروعات عاملة ازاي لو عملنا هذه المشروعات بنتكلم في اجمالي عدد مشروعات وهنا باتكلم عن المشروعات الميجا بروجكت اللي هي المشروعات المستشفات الكبيرة او المجمعات الكبيرة غير المشروعات الصغيرة اللي هي تخدم الناس والطوارس والنمازج الاولى اللي اتكلمنا عنه بالظبط لان حتى الوحدات الصحية احنا عملنا لها نمازج نمطية فهي برضو شغالة بشكل نمطي لو رجينا بس السلايد اللي فات هنرجع تين cancelled اللي فات التالي اه اتفضل فده اللي احنا بنكلم عليه الخريطة الصحية المستقبالية الحالية والمستقبالية وزارة الصحة بنكلم في إجمالي 100 مشروع بنجلم في تقديري ده اللي احنا بنكلم عليه خلال 6 سنوات القادمة حوالي 100 مليار جنيه حريك ده ممكن يعمل عدد أسرة 17 ألف سرير إضافي يعني على المنظومة الحالية بنزود 17 ألف سرير تانين وال17 ألف سرير دول مطابقين للمعايير مطابقين للجودة مطابقين للكودات الجديدة ومفيش مشروع بيتم تنفيذه في وزارة الصحة واهمة حاجة الرقم بتاع 27 محافظة فإذا المشروع على جمهورية مصر العربية بالضبط يعني انت بتغطي الخريطة المصرية كلها بالضبط صحيا بالضبط عشان كلا حركة تلاقي ان انا بشتغل في الصعيد وبشتغل في بحر بشتغل في شمال سيناء وبشتغل في البحر الأحمر مفيش محافظة في مصر لا يتم العمل فيه يعني الحركة اللي احنا شغالين فيه دلوقتي انجوينج حاليا وده اللي حارك شفت بانه امثلة زي يوسف صديق وزي بيبة وزي القرنة وبشابة دي حوالي 32 مشروع بحوالي 35 مليار انا بتكلم على التكلفة الانشائية فقط طبعا لست في حوالي تلتة هذه التكلفة بتروح للتجهيزات والفرش الطبي وغير الطبي لكن لو حارك بصي حارك ده هيخش المنظومة ايه شلالي الثلاثين الجايين بنتكلم طب استأذنة هنا على الخريطة الأحمر ده هو انتشار الخدمات الصحية بشكو حارك جدا على الخريطة الصحية في مصر زي محارك شايفة احنا نشوف انه الخريطة الصحية موجودة بالضبط انت محارك مفيش محافظة مش موجود فيها بص مصحية جديدة عشان كلا حارك سواء المشروعات الحالية او مشروعات المستقبلية انت داخل في الصحرة كمان داخل في كل مكان دي المستشفى الخاصة زي بقى حارك مفيش حاجة سبناها للصدفة مش حاجة شفناها لان فيه مستشفىتها عندنا عدى العمر بزاني بتاعها 50 سنة فالمشروعات الحالتها صعبة جدا لتم استبدالها بلاس ان احنا دلوقتي كل هذه الخنمات يعني 180 جروفة عملية جديدة 830 غسيل كلاوي 577 حضانات 1300 رعاية ولو حطره حركة بسيطة نسبة أسيرة الرعاية الأسيرة الإقامة تقريبا 30% ل40% لان دايما اللود علينا اكتر او الاحتياج اكتر في أسيرة الرعاية المركزة والحضانات شان كده احنا معليني النسبة بتاعتها زيادة شواء كده انا قدر اقول انا في خلال الست سنوات القادمة هتبقى مصر اتنقل اتنقل صحية مختلفة تأمين الصحية هكون اشتغل كل هذه الامكانيات وهتبقى هي تزيل خريطة الصحية في مصر بالزبط كل نقطة من دول فيها يا مشتسفة جديدة يا واحدة صحية جديدة يا معهد فني صحي جديد يا بنك دم جديد يا مكتب صحة جديد هي خدمات متكاملة باكتش على بعضين وعايز اقول له حركة حاجة مهمة جدا كل مشروعاتنا الجديدة فيها التحول الرقم يعني مشروعاتنا ما بقيتش هي المنشآت التقليدية العادية بجد كل هذه المشروعات يا مصر كلها متحولة مؤحلة بالزبط يعني كل مساشفة جديدة او واحدة صحية جديدة او مكتب صحة او بنك دم او معهد فني كلها حاولناها ليه حاجات زكية يبقى فيها الحد الادنى من مطالبات التحول الرقم من سويتشات من واي فاي بحيث لو ابتدي اخش المنظومة ابتدي اربط على منظومة تأمين صحي الشامل اربط على المنظومة الخاصة الرقمية ومشاب يعني احنا كده كمان هنبدأ نحس انه يعني المحافظات الكبيرة والقاهرة هتكون يعني مفيش فروق ما بين الخدمات المقدمة الحديثة اللي هتبقى موجودة